هناك حديث كثير عن البيان الصادر من قبل الجيش الجزائري واللهجة التصعيرية الحدة التي صدرت من الجيش الجزائري حيال بعض الأخبار أو نقول صراحة الشائعات التي خرجت لتقول بأن الجيش الجزائري سيشارك في مهام قتالية خارج التراب الوطني الجزائري وبتحديد في منطقة الساحل الأفريقي الشائعات ذكرت بهذا الأمر وأن الجزائر ستكون تحت إمرت قوات أجنبية ولكن الجيش الجزائري خرج في بيان حاسب وقوي وشديد اللهجة ليفند ويضحط كل هذه الشائعات والأكاذيب واليبيد بأنه سيدافع دائما وأبدا عن التراب الجزائري بيان الجيش الجزائري خرج ليقول أيضا بأن هذه الشائعات مصدرها الكيان الصهيوني ولكنه أشار أيضا مع الأسف الشديد وفقا لما تم ذكره في بيان الجيش الجزائري بأن هذه الشائعات أيضا مصدرها كما يقول الجيش الجزائري السلطة المغربية دعونا نشاهد هذه الصورة التي لدينا والتي تشير إلى هذا الأمر بلهجة تصعيدية ضد المغرب الجزائر تنفي مشاركة جيشها في عمليات بمنطقة الساحل مع الأسف الشديد اللهجة التصعيدية تلك لا تسعد أي مواطن في أي دولة عربية أن نشاهد بأن تسير هذه الأمور وفقا لهذا النهج وبالفعل توترات دبلوماسية كبيرة بين الجزائر والمغرب واتهمات متتالية من قبل السلطة الجزائرية للسلطة في المغرب بأنها تحاول زعزعة استقرار التراب الجزائري وبيان يخرج من الجيش الجزائري ليتهم صراحة السلطة المغربية بأنها تقوم بإثارة شائعات عن الجيش وتحاول إحداث حالة من البلبلة أمر يحزن الجميع ونتمنى بأن يكون هناك رد مغربي يحاول توضيع هذه الأمور لسلطات الجزائرية ترجمة نانسي قنقر